أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سباق عليهم أنزلتهم من لم تضرهم لا يؤمنون فتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم وغشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول أمن بالله في اليوم الآخر وما هم يؤمن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بمكان يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الوضي قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم أمنوا كما آمن الناس قالوا أمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستازعون الله يستعزن بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربيحت تجارتهم وما كانوا مختدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصر ثم مرمن عيون فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلماتهم وراعدهم وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصلاعق هذا والموت والله محيث بالكافرين يكاد الببق يخطف أبصارهم كلما أضاءنهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولم شاء الله لذا هب من سماءهم وأبصارهم من الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبد ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسرة من مصره وضع شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولهم تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجرة وعدت للكافرين ومن شير الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحفها الأنهار كلما رسقوا منها من ثمرة ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رسقنا من قبل ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها قالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مبعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مسلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقذون عهد الله من بعد مساقه ويقطعون ما مر الله به أن ينصلى ويفسدون في الأرض أن ينصلى ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم موتهم فأحياكم ثم يحيكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في اللوض جميعهم ثم استوى إلى السماء فسوى هدن سبع السماوات وهو بكل شيء ذم عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعلون في اللوض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمونه وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء أولئين كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم ليسماءهم فلما أنباءهم ليسماءهم قال لما قل لكم ممي أعلم غير السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا للأبنس أباوى استكبر وكان من التعافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت والزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا هبت بعضكم لبعض عدو ولكم في اللوت مستقر ومتاع إلى حين فتلقوا آدم من ربه كلمات فتب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا هبت منها جميعا فإما يأتينكم مني قد فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا يحزنون والذين كفوا وكذبوا بآياتنا هدايا وصحاب الناريهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أمزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتغوا بآياتي ثمنه قليلا وإيايا فارهبون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأتلزكة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبذر وتونسون أبسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبرة إلا على الخاشعين الذين يدلون أنهم لقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسنا عن نفسهم شيئا ولا يقبل منها شباعة ولا إصدوا من بعد ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرع لا يسومونكم سؤال عذاب يذبحون أبناكم وأستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فهجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتغلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلتم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تحتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم منفسكم اتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فقطوا لأنفسكم ذلكم خير لكم عيد باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأغرتهم السعيقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المنشف كلوا من أطيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب السجدا وقلوا حيطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا لجزا من السماء بما كانوا مفصقون وإذ تنسق موسى لقومه فقلنا قرب بعصرة الحجر فانفجرت من قسرة عشرة عينا قد علم كل أناس مشرباكم كلوا اشربوا من رسخ الله ولا تعسوا في اللوض مصددين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا ممتهم في اللوض من بقلها وقسائها وفمها وقسائها وفمها وعدسها وبصلها قالا تشتبلون الذي هو النبي الذي هو خير يهبطوا نصر فإن لكم ما سألتم وضيبت عليهم وضلت والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هدوا النصرى والصوبيين من آمن بالله واليوية في وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم مجرم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون وإذ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم ترفضوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم بعد ذلك فلولا فالله يعنيكم رحمته لكونتم من القاسرين ولا قد علمتم الذين اعتدوا منكم بالصبت فقلنا لهم كن قردة خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما قلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبح بقرة قالوا أتتخذنا غزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لفارض ولا بكر عمال بين ذلك ففعلوا ما تؤمنون قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفرا فاقع لونها تصر النظرين قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شبه علينا وإن إن شاء الله لمفتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا دلول تصر النظر ولا تسقي الحرص مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسهم فاترأتم فيها بالله مخرج ما كنتم تكتما فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجرة وشد قصوة وإن من الحجرة لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشطق ويخرج منه الماء وإن منها لما يحضر من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون يبين لكم قد كان فريقون يسمعون كلام الله ثم يحرقونه ثم يحرقونه من بعد ما قالوا هم يعلمون وإذا نقل الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا أخلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدسونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلن هو منهم أميين لا يعلمون الكتاب إلا من يوينهم إلا يظنون فوين للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عيد الله ليشتروا به ثمن قليلا فوين لهم مما كتبت أيديهم ووين لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلى أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهد فليصف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئته أحدت به خطيته فولا يكاصحاب النارهم بها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحة وولا يكاصحاب الجنتهم بها خالدون وإذا أخذنا من ساق بني إسرائيل لتعبدون إلا الله وبالوالدين يحسانا وذيقر باليتاما والمساكن وقولوا للناس حسنا واقموا الصلاة وأدو الزكاة ثم توليتم من لا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا من ساقكم لا تسركون دماؤكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قردوا وأنكم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم العدوان وإن يأتوكم سرات فدرمهم ومحرم عليكم إخراجهم أفا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خسروا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى الشب العذاب ويوم الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد أتينا منصر الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عسى بن مريم المينة وإيدناه بروحي القدس أفا ترمجاكم رسول بما لا تقوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقال لما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عد الله وصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرسوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بإنس ما اشقر به أموسى من يكفر بما أنزل الله بجنة ينسل الله من فوره على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قانون أمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق صدقا لما معهم قل فلما تقتلون بها من قبل كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالمينات ثم اتغذتم العجلة من بعده وأنتم غالبون وإذا خذنا من ساقكم ورفعنا فرقكم الترخض ماتينكم بقوة واسمعوا قالوا استمعنا وعصينا واشربوا في قلوبكم العجلة بكبرهم قل بإنس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الأخرة عيد الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله أعلم بالظالمين ولا تجد أنه محرص الناس على حياة ومن الذين يشركوا يبد أحدهم لو يعمروا البسنة وما هو بمزحزه من الكتاب يعمروا الله بصروا بما يعملون قل من كان عدوا لله وملائكته قل من كان عدوا لجبري لفإنه نسله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه ثم بشغل المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبري لوميك لفإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما أكبر بها إلا الفاسقون أما كلما عهدوا وعهدن بده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عد الله لكن صدقوا لما معهم وكانوا منهم قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم أعرفوك فاغوا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشترى بها وصم يقول من أعزال الله بغنى من أسئل الله من رضيك على من يوش من عزاده فبغضي غضب على غضب الكافرين أعزاب مهين من كان عدوا لله وملائكتك ورسله ودبريل وميكال فإن الله عطف للكافرين ولقد أنزلنا إليك ويأتي بيناتهم ما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عهدوا وعهدن بده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءكم رسول من عند الله مصدقوا لما معكم مصدقوا لما معكم مصدقوا لما معكم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء جهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتمنى الشياطين على ملك سليمان وما تبرى سليمان ولكن الشياطين فليعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بببلها رتمرت وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتلكم فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد تعلمون من شراب ما له في الأسرة من خلاقه ولا بئس ما شرابه يوصغم ولا بإسمان شراب يوصغم لو كانوا يعلنون ولو أنهما من متقل ما سوبت من عيد الله غير لو كانوا يعلمون ولو أنهما من متقل ما سوبت من عيد الله خير لو كانوا يعلمون يا إيها الذين من لا تقضوا راعنا وقل انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ينزل عليكم من خير من ربكم والله يغتص برحمته من يشاء والله ظلفظ للعظيم ما ننسق من آيات اللونسية نأتي بخير منها مثلها لم تعلم أن الله لكم شيء قدير ألم تعلم أن الله له موضو السموات واللودي ما لكم من ذو الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسأل رسولكم كما سعيل موسى من قبل ومن يتبدل قفر بالإيمان فقد ولس مع السبيل والتكسر من أهل الكتاب لم يردونكم منه بعد إيمانكم بكرا حسدا من عيد أنفسهم حسدا من عيد أنفسهم من بعد ما تمين لكم العفو فعفو أسلاما تأتي الله بأمره من الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوكم عيد الله من الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصرا تلك أمانيهم قل ما تبرغانكم من الله على كل شيء قدير قل ما تبرغانكم من كتب صادقين فلا من نسلم وجهه لله هو مصر فلا وجهكم عيد ربي ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يعكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه خلقون ومن ظلم ممن نعم الساكتا ويذكر في اسمه وسعى في حربها أولئك ما كان لهم من يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الأخرى عذاب أليم قالوا اتغ لهم في الدنيا خزي ولهم في الأخرى عذاب عظيم ولله المشيط والمغرب فأينما تولوا فصلى الله الله إلا الله غواسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بله ما بالسماوات واللوض كل له قانت بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يتللن الله ذاتنا يهك ذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابعت قلوبهم قد بينا الأعيات لقوب يوقنون إنا رسل لك بالحق مشيرا ونديرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهد ولا النصارى حتى تتبع من يدهم قل إن هدى الله والهدى ولين اتبعت هواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين أطيناهم الكتابات ونهوا عقا تلاوة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخانسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نمت عليكم وأني فضلكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسنا عن نفسهم شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعت ولهم ينصرون وإذ ابتل إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جعلك للناس ما ما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تخذر بيت للطيفين والعاكفين والركع السجود وإذا جعلنا البيت مثابة وإذا قال إبراهيم رب يجعل هذا بلدا آمن هذا بلدا آمن وارزق أخله من السفرات من السفرات من آمن منهم من السفرات من آمن منكم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فهم اتجعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت من إسماعيل ربنا تقبل منا إنك تستميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وإن منسكنا أتب علينا إنك تتبع الرحيم ربنا وبعث فيكم وإذن الله منهم يتلو عليكم معياتك ويعلهم الكتاب الحكمة ويعلهم الكتاب الحكمة ويزكيه منك أنت العزيز الحكيم ومن يرغض عن مية إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد استخبئناه في الدنيا وإنه بالأخراج لمن الصالحين إذ قال له ربه أصلم قال أسلمت لرب العالمين ومصينا اللي سنبي وصيناه وصيب ربي وصيب غير ربهم بني ويعقوب يا بني من الله أصحب لك ربنا فلاتموتني لأنتم مسلمون أم كنتم شهدين ربنا فلاتموتني قال لبني ما تعبدنا من بعده قالوا نعم من بعده قالوا نعبدوا إلى غو لا كو إلى غو واحدا لا كو إلى غابيك إبراهيم وإسماعيل إنساقا إلا غو واحدا ونحن الله مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا وإن تقالوا لهم فإنما هم بشيقاق اشتركوا في القناة وقبل أسبطا كانوا هدى أو نصرا قل أنتم أعلموا أم الله ومن نظلم ممن كتم شهادة عيده من الله ومن الله بغافل عما تعملون كي كومت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون